بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج هكذا مصر وطنّا يا وطنّا يا ثارى لمجات وطنّا يا وطنّا يا رفاة الطيبين وطنّا يا وطنّا يا شهيد الأحفاد هكذا مصر دمتم بخير عودا حميدا للدكتور مخلوف محمود مخلوف الباحث الكيميائي المعروف وصاحب بحث نوبي أهلا بك دكتور أهلا بحثك أسبوع محمود الحلقة الماضية دهامنا الوقت ولم نأخذ أي يعني ما فيش معلومة خدناها لكن إيه فقلنا نكرر الحلقة النهاردة ونبدأ نتكلم عن السرطان ونقص السرطان في الجسم يؤدي نقص الأكسجين في الجسم يؤدي إلى سرطان إيه المشكلة أو هل أصبح الأكسجين طفرة قوية في علاج السرطان هذا بسم الله الرحمن الرحيم أشكر حياتك الأول على تكرار الدعوة الكريمة في برنامج حياتك المحترم وكانتكم المحترمة هذه الصرخة العلمية الحمد لله بدأتها في التسعينات القرن الماضي بعد وفاة أختي زي ما ذكرت الحلقة القادمة من مرأة السرطان طبعا أي فكرة جديدة بيبالها قبول ولها اعتراضات وده إيجابي نقض البناء ممكن يطور الفكرة لما يبالها البناء مش هدام فالحقيقة القسم الأساس المختصين والعلماء في هذا المجال إن منهم أي الفكرة سليمة ممتازة ومنهم أي الفكرة مش سليمة الحمد لله كان فيها قيم في الله أن الفكرة سليمة والنتائج التجارب العاملية اللي عملناها على حماية التجارب وأول شيء بتعمل حاجة اسمها تجارب السمية والحمد لله المنتج ليس له أثار جانبية ويتمت في مركز قوم البحوث في معض الأورام وبعدين تجارب على الشريح البشرية ثم زرعنا خلايا سرطانية كابدية في الكابد الفيران وتم علاجتها على مسافات طويلة أو التوغيلة والحمد لله نتائج باهرة وعملنا شريح بشرية أكثر من نوع مسترطان في معض الأورام القوم بالقاهرة أهم حاجة أن المنتج الداتة كلها جمعناها ونشرت في المركز الدولي لحماية حقوق الملكات الفكرية الوايبو بيجينيب بسويسرا ونشر هذا البحث لاسمي لعلاج السرطان بالأكسجين ورشحني أحد الأساتذة المصريين وطرح سين شريبة ده دكتور في جامعة سطنفرد بأمريكا لجنزة نوبل في عام 2018 وهنا حصل لغة كتير منهم سأتذى قال لك ده كلام الالكسجين ليس له أي علاقة بعلاج السرطان والترشح النوبل أو أنك تتكلم بنوبل ده نوع من أنواع معلش غير منطق وبعضهم اتهم ذلك بالجنون والتخريف الأخ السنالي الحمد لله واذا تقول في اللي قاله عليك أنت دكتور مجنون وجاي تعمل حاجة من الشهرة وخاصة بعد ما ظهرت أنا والدكتور حسين شريبة المصري الجنسية الحاصل على الجنسية المصرية والأمريكية وعيش في أمريكا بعد ما ظهر معي في أحد القوانات الفضائية في بعض الأساتذة هجموا هجوم شرس وبعضهم طالب أن هذا الموضوع ممكن يصل لأننا ندخل السجن وطالب بذلك وجابوا أحد الشيوخ بيدعي أن هو شيخ يفتي في ذلك والأسف الدين الإسلامي الدين الإسلامي حس على الفكر والإبداع بس إحنا المقصرين في حق قرآننا العظيم وسنة الحقيب المصر وصلى الله وخاصة أننا اليوم دي ما زلنا في أجواء الاحتفال بذكرى سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذكرى ميلاده الطاهرة ميلاد سيد المرسلين كل عام ومصرنا ومصرنا الغالية بخير شعبا وجيشا ورئيسا وأرضا كل عام وأنتم بخير ومناسبة مولد النبوي الشريف أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركة بنهني الشعب المصري وكل الأمة العربية والإسلامية بميلاد الهادي البشير عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إن قرآننا والسنة سيدنا الصلاة في حيث يقولت ما جعل الله من داء إلا وله دواء عرفاه من عارفه وجاهله من جاهل يعني لكل داء دواء إلا الهرم اللي هو مرض الموت يعني يعني القرآن والسنة حسن النبي بيؤمرنا بالبحث العلمي إنها نبحث ما فيش مرض إلا وله دواء ما فيش داء ولكن عيننا ناخد بالأسباب بالبحث العلمي مش واحد يطلع بفكرة جديدة أو كذا يقوله لا ده يسجن طيب بقى الحمد لله عايزة أكملها رب العالمي الحمد لله عايزة أكملتها دي بعد أكثر من عشرين سنة أبحاثة على الحياة ولاية والشرائح البشرية وبفعل كنت مرشحي نوبل عن طريق تروح سنشاربه عن طريق أحد الأسادزة الأوران في جامعة إسكندرية استنادي كمان في الطب نوبل استنادي منذ شهر تقريبا أعلنت إن علاج السرطان بالأكسوجين يمثل طفرة عظيمة وقوية جدا وتفتح أفاق بينا جدا لعلاج السرطان وأمراض أخرى بمعنى يا دكتور يعني كده أنا أفهم أنا أفهم أنا مش راجل دكتور فأنا عندي مثلا إيه عندي مثلا رحمة الله على الجميع مثلا حد عنده سرطان وتوفى به أنا أقول إيه بقى طبيا أقول إن الأكسوجين ده نقصه نقصه في الجسم وقد لسرطان هل الكلام ده تم التجارب عليه ولا أنا بقوله كده هل الكلام ده حقيقي في ناس اختبرته معامل معملية فزة ومعامل معملية مشهورة ومسجلة ومرخصة اختبرت الكلام ده عشان أنا قادر أتكلم فيه بقى أنا أقول إيه أنا مش هعمل شوء إعلامي ولا أقول إن أنا بعالج السرطان بالأكسوجين لا أنا عايز أعرف أنا بعالج السرطان بالأكسوجين تمام طب هل الكلام ده تم عليه تجارب ماشي أنت قلت تم تجارب كم سنة تمام هل التجارب ده قالتين العلاج ده تمام موفق وميسر وكلام من ده تمام طب هما دلوقتي عملوا البحث دلوقتي أصبح البحث البحث بتاع الأكسوجين طفرة تعالج السرطان أصبح دلوقتي حاصل على حاصل على نوبل في الطيب نوبل في الطيب طيب هم خدوا البحث بتاعك وسرقوا ما علينا أنا عشان أنا بتكلم معك بالتلقية لإني عايز أخرج من المود اللي هو أنا عايز أفهم يعني أنا واحد جاي عايز يفهم أنا مش مزيع ولا إعلامي أنا جاي عايز أفهم السرطان في الجسم وأدي لضمور الأعصاب السرطان في الجسم وأدي إلى التشنق يعني أنا عندي مثلا حد يخصني عنده مثلا إيه أخته مثلا أو بنته أو بنت عمه مريضة بضمور الأعصاب أو مريضة بالكهرباء الزيادة في المخ وكذا 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 هل الأكسوجين نقصه يؤدل لحاجات دي؟ فضل عيد تاني إن بعد نوبل السنة دي ما أعلنت أن علاج السرطان بالأكسوجين هو يمثل طفرة عالمية وحصل فيها نوبل اتنين علماء أمريكان وعالم بريطاني أصبح هذا الموضوع ريفرنس عالمي أن الفكرة سليمة بفضل الله تماما ونحن كنا أصبح في كل شيء من أكثر من 20 سنة وتسجلت محليا في مصر وسجلت ونشرت عالميا في السويسرا في 2017 بيسمي النعلاج السرطان بالأكسوجين وإعاهة التوازن في الخلايا اللي بفتح المشرة اللي أنا بأزفها للشعب المصري والشعوب العربية وكل الشعوب العالم الفتح الجديد أن الأكسوجين وذنوب اللي عندي كده كمان يعني أن الأكسوجين لا يعالج السرطان بس ولكن يعالج أمراض أخرى وأنا نشر البحث علاج السرطان بالأكسوجين ويعادة إعادة التوازن في الخلية البشرية سمع ودي تمت عليها دراسات وعملناها بالتراسة السمية المنتج ليس له أي أثار جانبية بمعنى أن العلاج إن ما فاتش المريض ما بدرهوش بتجارب رسمي تم تجارب في المركز القومي لا بو أنا في حاجة عايزة أكمل حتة الجديد الفتح الجديد اللي أنا بزوف البشرة بي مش عايزة أعطاها لأنها مهمة جدا في ذكرى ميلاد سيد المرسلين صلى الله عليه الصلاة إن إحنا علشان نعمل دوا للسرطان أو دوا لعلاج دمور العضلات عند الأطفال ودمور العضلات عند الأطفال مرض أصعب من مرض السرطان عالميا معروف إن إحنا علشان نعمل دوا للسرطان دي محتاج تمويلات بملايين الدولارات ومحتاجة شغل عالمي الدولة تتكسب بكل أمانة الدولة كلها بأجازتها لأن منتج مكتوب عليه دوا للسرطان يوقف دولة ودول على رجلها ماديا واقتصاديا وعلميا وكل شي الدكتور زول قال لو في منتج موجود بالفعل وطورته تكسب 40 مليار دولار سنوية لو منتج مش موجود في السوق وانت صنعته وعملته وابدعته واخترعته تكسب مالتي مليارات بالدولارات العالمية يعني ترفع قصة الدول مش دولة إحنا الحمد لله بالنسبة لمرض دمور العضلات البشرة في عندنا حالتين بفضل الله ليه طفلين في طفلة خدت إحنا عاملين منتج بالمواصفة اللي الكلاسية اسمه انرجيتك أكسجين مزافة مي بنيسر القصة لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بإنتاج دول السرطان وإن شاء الله اقتربنا بإذن الله العبارة عن أكسجين مزافة مية بياخده كزي مكمل غذائي ومرخص بصفة قياسية أكسجين مزافة مية معموله استبليزيشن متجارب مفهوش أي أثار جانبي كلمني أكتر من حد عندهم أطفال مصابة بمرض دمور العضلات أحد الأطفال طفلة عندها ست سنوات من شهر ونصف تقريبا بالزبط وقالتها كلمني قال لي هل الأكسجين يفيه لتوله الأكسجين وفيه يفيد بالفعل وإن ما فاتش ما يضرش فالطفلة دي ست سنوات اخذت هذا العلاج الأكسجين المزافة مية دروبس لمدة شهر ونصف المفاجأة باسم محمد البشرة ودي كالتاني حالة يتمي في القصة دي أن نسبة الإنزيمات الخاصة بعضلة القلب اللي هي بتسبب الوفاة دموره العضلات العضلات بتقلي بتقلي تدرجين وبتيابس في الأطراف وفي القدمين وهكذا وإلى حين إن بيحصل تلف في الخلايا العصبية في النقاع الشوكي وبعدين يقل حجم العضرة في التدرج في عضرة القلب وعضرة التنفس في الرئة يتوقف القلب ما فيش قدرة على النبض وفيش قدرة على التنفس وبيحصل حالة وفاة مش عايزة أقولك دي حتمية على مستوى العالم في الدمور اللي حصل مع الطفلة لان ست سنوات دولة البشرة إن الحمد لله إنزيمات عضرة القلب وصلت للطبيعي في شهر ونص الإنزيمات الخاصة بالعضلات الأخرى حجم طيب مضرة تصالة دكتور حجم شفاء بنسبة إن الإنزيمات نزلت أكتر من التلتين فده بشرة والطفلة اتحركت الحمد لله بالنسبة للساقين وليتها بقول لي وبالنسبة لرجليها وإيديها ده بيفتح باف فتح رباني أنا بسميه بفضل الله فوق نوبل وهذه النتيجة من أينها واحد يقول لي حالة أو اتنين مش كفاية يعني سبق إعلام سبق إعلام وناخد اتصالة دكتور عشان وصبق المواطن بفضل الله تعالى اتفضل أيوة الأستاذة مهة أهلاً وسهلاً أستاذة مهة الموظفة بهية التأمين الصحي أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أزاي حضرتك يا أستاذ محمد أزايك يا فندي اتفضلي فندي نحن بنتكلم عن ضمور العضلات والعلاج الأكسجين ناقص الأكسجين في الجسم وقد وحضرتك ليكي فيديو معنا برضو من دخل المستشفى بتح حالة الأستاذ عمر اتفضلي فندي أنا معي حالات كتير الصراحة بتبقى دخليلي على الفيسبوك بحكم طبيعة شغلي في رئاسة الهيئة العمل التأمين الصحي فما لقيت حالة عمر بابا وكان عامل لي منشن رحت أخدت رقم تليفونه أنا معي أستاذ محمد عمر ورحت رحت له وشفت حالته بالضبط هو بقى له سنتين عمان يجري بابنه ومش عارف يوصل لحال لغاية ما أخذنا منه التقارير أيها وعرضته طبعا التقارير الأكبر أطباء لقينا فيه دكتور اسمه محمد سليمان الدبيكي أستاذ طب قسم الأطفال جراحة الأطفال وهو الحمد لله طبعا جي العملية رقم 24 وكنشير بمادة كوية بهدلة الدنيا عنده أستاذ ما سؤالي هو حضرتك اللي عملت ده مجرد رسالة من الفيسبوك ولا من رسالة ولا من حد مسؤول لا 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 ده هو بالصدفة كده الناس قالوا له لمدام ماهة وأستاذ محمد من النوع اللي هم بيعملوا يعني أحنا أنا بحس إن ربنا خلقنا إن أحنا نعمل رسالة نينة عن الأرض مش مجرد إن أنا أشتغل ورأة شغلي بس فما ده حاجة مني ده حاجة تنويه أنا أستاذ ماهة ماهر الموظفة بالتأمين الصحي اللي هي العامة للتأمين الصحي برئاسة التأمين الصحي بشرة بشرة أقولها على الهوى مباشرة وعلى مسؤولية الشخصية يقوم برنامج هكذا مصر بإعلاج جميع العمليات الجميع المحتاج أي عملية تواصل مع هكذا مصر وإن شاء الله إن شاء الله نقوم بإجراء العملية لي وعندنا ده كثرة طبعا مش هنذكر أسمائهم على الهوى لكن اللي خريج كندا واللي خريج إنجلترا وخريج مصر واللي خريج أمريكا فالحمد لله إن شاء الله أستاذ ماهر هنوعدك إن شاء الله جميع العحالات وجميع العمليات الجراحية هنقوم إن شاء الله بتبنيها وبرنامج هكذا مصر يتبني هذه الحالة أحنا مش كل حاجة هنقول الحكومة 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 تعمل حكومة تسوي فتفضل أستاذ ماهر كمان أنا عايزة أنا من خلال لسالة أحمد العدو اللي هو والد عمر أخدت لسالته ونزلت على الفيسبوك لقيت فجئت رحت أحمد تاني يوم المستشفى عشان أتمن على حالة عمر قال لي قد ترخيرك يا أستاذ ماهر رسالة بتاعتك على الفيسبوك فيه رجل أعمال تبرعني ب خمسين ألف وطبعا لا يا أستاذا خليها أستاذ ماهر الحاجات دي بعدين عشان ده تبرع فإحنا مش عايزين نحن بنقول باللم مش هقول اسمه إحنا نقوم كذا مصر يقوم بحملة علاج جميع المرضى وإجراء جميع العمليات في جميع المستشفيات الحكومية بدعم منها كذا مصر وعلى قدر المستطاع يعني إحنا مش هنقحم نفسينا نقول إحنا قلنا على أول هنعمل عملية تيجي عملية مثلا معي محتاجة نصف مليون أو محتاجة سفر ألمانيا هنقوم نعملها لا الإمكانات كده مش هتسمع على قدر المستطاع هنعمل عملياتنا على قدر المستطاع وبشكر جدا 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 الدكتور أميل جرجس إن هو رجل متعاون معي في الموضوع وهو اللي قال يتكلم على الموضوع فده شكرا جزيلا شكرا أبطال مصر الأستاذة مها ماهر وتحيا تحيا مصر الأستاذة مها ماهر أقول لها تحيا مصر إن فيها ناس عظماء مثلك ومتشكرين على اتصالك الجميل وإن شاء الله لك التقرير هنزيعه إن شاء الله في الفاصل بإذن الله بإذن الله مستي جدا لحضرتك وزوءك وهكذا مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا بنفس الحلوين اللي بيعملوا أعمال خير كده بالشكل ده بيكم إن شاء الله وبالسيد الرئيس وبالجيش العظيم وهتحيا مصر وهكذا مصر يحيا بحياء مصر شكرا أستاذ زمان فضل لدكتور إحنا وقفنا عند ضمور الأعصاب إنه ياخد الجرعة في شهر ونص الحمد لله نسبة الإنزيمات لعضر في قلب ناس وصلت للطبيعي يا دكتور السؤال فضل يا دكتور السؤال هل تم تجارب بص يا دكتور أنا دلوقتي ممكن أطلع من القناة يقول لك أنت راجل إعلامي قلت على الهوى طب أنا قلت على الهوى وجايب دكتور الدكتور ده معتمد آه معتمد خري الجامعة آه خري الجامعة الكلام اللي بقوله ده هل تم التجارب عليه آه هل تم التجارب عليه أسأل بقى الدكتور على مسئوليته وأقول له هل تم عشان أنا يعني أنا دايما بحب أنا بروح أي مؤتمر أو روح أي مكان يعني أنا مثلا رحت مؤتمر في دولة ما فقعد بقوله أنت بتتكلمش لي وقتلهم قال صلى الله عليه وسلم خلقته زات أزانا ولسانة واحدة لكي أسمع أكثر ما أتكلم يعني أنا بحب أسمع قوي يعني الأستاذ مكرم محمد أحمد ربنا أحفظه قال يا ابني لما واحد يسمع شتمة بودنه أو يسمع حاجة بودنه يحفظها وعندما يأتي الوقت لردها يردها بأدب تمام فأنا عايز أقول يعني إيه الحاجات دي تم تجارب عليها تم تجارب عليها فضل البحث العلم عشان ينشر في أسس علمية قواعد بتعمل تجارب السمية إن المنتج ده زي ما قلنا هل في أسار جنبية أسار جنبية لحد فين الحاجة التانية هل في تجارب تمت أخرى على الحيوانات كل دا عمناه ونشرناه البحث عندي زوشقين لعلاج السرطان وتم تطويره علشان علاج حاسم عادة وظائف الخلية في جسم الإنسان دمور العضلات كل عضو من جسم الإنسان بتكون من أنسجة والأنسجة بتكون من خلية كل عدو عبارة عن خلية الخلية هي واحدة منها الكائنة الخلية لو إحنا عدنا توازن الخلية تاني بتعيد وظيفتها تاني وبالتالي من الممكن جدا أن يتم بإذن الله تحسن مريض مرضى دمور العضلات وشفاءهم بإذن الله خاصة لو المنتج تم أخذ الطفل أو الطفلة أو المريض على فترات مناسبة للحالة المرضية عموما هذا الموضوع لم ينتهي بعد محتاج دراسات أكتر محتاج أبحاث أكتر هو نشر الحمد لله ولكن البحث العلمي لا يتوقف نشر فينا دكتور نشر في المركز الدولي لحماية حقوق الملكية اسمه أولويبو بجينيب في سويسرا آه في سويسرا في سويسرا ونشر البحث معلال نسالين مع علميا بعد اللي جان تحكيم وده أكبر مركز بحث في العالم لنشر واعتماد الإختراعات في العالم حتى الأمريكان والأوروبيين لما يكون عنده بحث بينشوروا في هذا المركز الشاهد من ذلك إن ده القصة ما انتهتش البحث العلمي إلى قيام الساعة زي ما قالت النبي تدوى عوض الله فإن الله لم يجعل ده إلا وله دواء يعني دايما في بحث علمي دايما في تطوير دايما في شغل أنا بقولش إن الدنيا الموضوع انتهى لا دي مفتاح المولى عز وجل أهدهن وبشرة في ميلاد سيد المرسلين إن الحمد لله في مفتاح بإذن الله وسليم علميا وفي نتائج مباشرة قدامنا لعلاج دمور الأطفال دمور العدلات عند الأطفال هذا الموضوع هنعمل عليه بحث أقوى بإذن الله وحنشتغل عليه أكتر معنا سيد المتخصين أنا ببص إن هذا موضوع دمور هو لازم يبقى فيه متخصص لأن زمان لما كنا في الكتاتيب نحفظ القرآن كان أقولك من كان شيخه كتابه غلب قطأه صوابا يعني أنا ممكن أحفظ القرآن لوحده أغلط لكن لما أحفظ عليدي الشيخ لابد من معلم فلابد فيه معلم كبير يتبنى بالزبط يتبنى الكلام إحنا منقول إن الموضوع عز وجل لأن موضوع دمور العدلات نمستوى العالم ملوش علاج لما عملت ريسيرش أكتر على دمور العدلات لقيت إن أمريكا في شهر خمسة اللي فات أنتجت دواء جديد لعلاج دمور العدلات تخيل الكورس العلاجي بكام بـ 2 مليون دولار للحال يعني بيعادل 32 مليون جنيه مصري وإذا كان في نتاك الحية يعني تخيل إن عشان الطفل يبدأ علاج إذا كان في ورده لا كده مش هتعالج خالص خالص هتعالج فين 32 مليون جنيه عشان ياخد جرأة علاج ده بتكلم فيه رقم فلكة وتعجيزي لما المولى عز وجل في فضله وكرم وإحسان يهدي أي باحث مصري إلى إنه يفتح هذا الباب دون إن إن تكون موجود في معامل أوروبا وأمريكا وهم هناك بصراحة يعني يستحقوا التقدم لأنه ناخدوا الأسباب بيصرفوا بسخاء وكرم كبير جدا على الحاسر العلمية فطبيعي اللي من جده وجب بيكتهت إحنا بنستنى معلش يعني بنستجدي مخراجات البحث العلمي عندهم وإحنا عندنا العقول فلما يبب باحث مصري سيا مخلوف أو غير مخلوف توصل لهذه النتائج ونشر الدولية وهذه النتائج وهو بيشتغل في معاملنا المتوضع بكل إيمانة وبكل إيمانة البحث عندنا البحث علم عندنا تاية مفيش فند مفيش تمويل مفيش بيئة خاصبة ونصل لنتائج اللي تصل إليها أوروبا وأمريكا وتعني النوب اللي يعلاج السرطان بالأكسجين سليم وأمراض أخرى ده ده فضل مطلق من الله إننا نحن نكتهد في ظروف صعبة جدا جدا ومناخ غير مناسب علميا لا فيه تمويل ولا فيه دعم اللي بيكتهد بيكتهد ربنا اللي بيسنده وبعد الناس المحترمة برضو بتوقف معاه ما ما جديبش عليك إن فيها ستزة محترمين وقفوا معاي وفي ناس محترمة ما وقفوا معاني وفيه شخصيات في الدولة وقفت معاي محترمة جدا في جهات سيادية ومحافظين ووزراء وناس شخصيات عامة وهكذا ولكن بدعم برضو على استحياء ما جديبش عليك لا يناسب الموضوع موضوع علاج السرطان أو علاج الضمور محتاج الدولة ما جديبش عليك موضوع ومنطقة القوة إحنا ممكن نبحنا ليدر نقود العالم في القصة وعندنا العقول لسه بتنخش مع الدكتور زويل كان راجل محترم وعالم فلتا وربنا يرحمه بمقدمه البشرية ولكن مصر فيها مئات وآلاف الدكتور زويل فيها مئات وآلاف الدكتور فروق الباز ولكن هم وجدوا أرض خزبة في معامل متقدمة جدا في اهتمام عالي جدا بتمويل عالي فكان هذا النبت الطيب وكتب حسهم من لها إلى الآن الدكتور فروق الباز من أيام فيه كواي كيب تم اكتشافه كتب باسمه ده فخر دكتور فروق الباز والعرب والمسلمين الدولة علمانة محتاجين هذه الرعاية حيطلع مئات وآلاف الدكتور فروق الباز ودكتور أحمد زويل فاحنا عشان نصل إلى ما وصل إليه أكبر دول العالم في أمريكا وأوروبا ويقروا أن نوبل بعلاج السرطان بالوكسوجين سليمة الحمد لله وتاخد نوبل السنة دي ونكوننا بشيحنا اللي خبناها بس ده اعتراف دولي بصحة الفكرة الحمد لله أنا سجلتها محلي ونشر الدولية فأعتقد نشتغل بقى يعني تكلمنا كتير فأنا من نوع اللي بحب أعمل يا سمحم الحاجة على الأرض الواقع يعني محبش أضيع وقت لو عدنا في جدال الفكرة صح وغلط عدنا سنين الفكرة أوروبا وأوروبا بتحنش كده المعمل اللي يقول صح وغلط النتاج اللي تقول وتنشر مش رأي فلان أو علان الدمور بقى دكتور أقول له حضرتك دمور الأحصاب ده أو التشنج أو الكهرباء الزيادة اللي في المخ أو الصرع يعني أنا بعض أحيان بشوف ناس بيجيلهم صرع على الأرض هل ده هل ده هل ده سبب أكسجين سبب نقصي في الجسم اللي وصل لكده طب هل الأكسجين إذا ألف الجسم هيعالج حاجة زي كده الحالة دي الحالة دي مهمة جدا مش هتكلم بقى على السرطان خلاص السرطان عرفنا حقوقنا وإيه جلسته وإيه الكيميا بتاعك وإيه ده إيه ده إيه هتكلم في حاجة جديدة أنا أتكلم عن الدمور الدمور أنت حضرتك قلت من يعني تقريبا في كلامك الجاسة ب32 مليون جنيه ده أمري ده هل أنا حصل هل يأتي علي اليوم ييجي علي اليوم أنا كمصر كمصري دكتور مصري أعالج الحالات اللي عندي اللي عندها دمور في العصاق إن شاء الله وإن شاء الله بنفس الطريق اللي حضرتك متبع بيا أو ماشي بيا وما دفعوش 2 مليون جنيه 22 مليون جنيه ده أولا فضل جود من مولى عز وجل اللي بازل مجود نحن ناخد بالأسباب ما استطعنا ولكن ده فضل من الله ورسوله فتح علمي محتاج تبني محتاج نعظمه محتاج نعمل اللي بحاس نطوره عشان محدش يقول لا القصة ما انتهتش أنا بقول هو مفتاح أهدهن المولى عز وجل وإحنا في ظروفنا المتواضعة جدا اللي ما أجذبش عليك ما عندناش سيستم ما عندناش نظام بيقول إن فيه بحس علمي كله اجتهاد فردي في أمريكا وأوروبا ساب نجاحهم التيم ويرك فريق العمل بيدعم بعضه وبيكون فيه رجال أعمال مش عاوزين نحمل الدولة كل شي معنا ما وش كل شي نقول الدولة الدولة البحس العلمي اللي بخليه تقدم في أوروبا وأمريكا رجال الأعمال خلي بالك مش الدولة رجال الأعمال هم اللي بتبرعوا لأنه أنت بتبرع فيه دوة ما فيش دوة بيعالج بمرض دمور العضلات والأدوية اللي بتعالج السرطان على استحياء بردك يبقى أنا لما أتبرع لا نتبرع بردك نجيب للمرض الأدوية المتاحة بس نعمل جزء من تبرعاتي لأبحاث علاج السرطان وعلاج الدمور والتشنجات والتوحد اللي هي الأمراض المعضلة وده اللي أخذ بالأسباب اللي هي تدوع عبادة الله وده البحث العلمي اللي السيدنا رسوله أمرنا أن نحنا نفعل به ويكون عندنا عارض الواقع شغل للأسف الشيء الدين القرآن العظيم والسنة النبوية بتحملنا بذلك والحمد لله لوصلنا لزينة وده فضل مطلق من الله ورسوله موفق إن شاء الله دكتور ولنا لقاء قادم إن شاء الله بإذن الله كثيرا وتعدادا بإذن الله يتعدد اللقاء كذا مرة فهنخرج إن شاء الله والفصل للفقرة التانية مشاكل المراهقين وكيفية التعامل معها مع خبيرة الصحة النفسية والإرشاد الأسري الدكتورة من الشاكر شكرا جزيلا دكتور شكرا أحدكم وانتظرونا وهكذا مصر أو تروحوا في أي حد شكرا للمشاهدة